عايزين نتكلم عن الإدمان إدمان بأنواع المختلف هل الإدمان أنواع؟ طبعاً هو الإدمان لما بنقول اللفظ الناس بيتبادر إلى زهنها دايماً إدمان المخدرات لكن هو في الحقيقة الإدمان حاجات كتيرة جداً يعني بشكل عام أي حاجة هتشغل مركز المكافأة في المخ أو الورد سنتر هينتج عنها إدمان فإحنا بنلاقي أنه أبسط الأشياء ممكن تبقى إدمانية زي كوباية الأهوة اللي أنا بشربها كل يوم لما أصحى من النوم بعد شوية الحكاية بتتحول لإدمان يعني الكفايين إدمان وفيه أعراض انسحاب الكفايين بنحسها قوي في أول كام يوم في رمضان لما نصحها وما نشربش كوباية القهوة ونلاقي فيه صداع جامد ومزاجي وحش ومقاريف ده أعراض انسحاب من الكفايين إدمان الموبايل أو إدمان مواقع التواصل الاجتماعي أو إدمان الإنترنت أو إدمان الألعاب الإلكترونية كل ده إدمان لأنه كل الحاجات دي بتشغل الريورد سنتر في المخ فبيانتج عنها إدمان والعلاقات العاطفية حتى فيه منها جزء إدماني يعني فيه علاقات عاطفية بتكون إدمانية للأسف فالريورد سنتر يشتغل ويتفرز فيه الدوبامين يخلي الشخص يدخل في إدمان بتعمل بقى المواصفات العامة للإدمان اللي هو أنا صاحي من النوم بدور على الحاجة اللي أنا مدمنها بتكلم عنها أغلب اليوم وعمل أفكر فيها أغلب اليوم ولو بعدت عني أحس بالتوتر والألق أحس أن أنا مش مرتاح لو هي مش موجودة جنبي ولو مسافر مكان ما فيهوش الحاجة دي أحاول أأمن أن يأخذ كمية معايا وأنا مسافر عشان تكون متوفرة معايا طول الوقت ومحتاجهاش أو أحاول أأمن أن حد يجيبها لي هناك فتلاقي الأشخاص مدمنين الإنترنت لو هيسافر رحلة في الطيارة يبقى مدائي جدا أنه ما فيهوش إنترنت في الطيارة وهيقعد بعيد عن الإنترنت فهنا هو عنده إدمان الإنترنت يعني إذن ممكن يكون الإدمان على مستويات مختلفة بس في الآخر وفي الأول هو بيحفز فرز هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعادة هرمون الدوبامين ليه كذا دور احنا عندنا بعض الهرمونات اللي ليها أماكن معينة في المخ في كل مكان في المخ الهرمون بيعمل حاجة معينة فمثلا الدوبامين في الهبو كامبس اللي هو حسان البحر لما بيعلى بيحسن المزاج فهنا يقولوا عليه هرمون السعادة بس في نفس الوقت في الميزو كورتيكا الميزو أوليمبيك باسوي وده مكان تاني في المخ لما يعلى يدخل في زهان ويعمل الأعراض بتاعته أنه بيقى فيها لاوة سمعية وضلوات وبراءة فهو نفس الناقل العصبي ليه دور في كل حتة في جسمنا وليه دور في كل حتة في المخ مختلفة السيرتونين موجود في الجهاز الهضمي بالعكس ده أكتر مكان موجود فيه هرمون السيرتونين اللي برضو بيقولوا عليه هرمون السعادة هو الجهاز الهضمي فالسيرتونين مش على إطلاقه كده هو هرمون السعادة هو ليه وظائف معينة في كل مكان ليه وظيفة في الهبو كامبس هو مسؤول عن المزاج الحلو لكن في أماكن تانية هو مسؤول عن حاجات تانية شكرا